النهاردة ايضا سيد رئيس الوزراء اسمك الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بجولة تفقدية في منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون ويوجه طبعا شاف منظر شاف صور شاف نشاهد انا رحت اتفرقت على عين الصيرة ده صور مجرى العيون ده كان عبارة عن انا اسف جدا يعني كان عبارة عن مقلب زبالة انا اسف ده عبارة كان مكان مدابغ وغير وغير وحضر لكم شافئين كل ده كل كل هذه الموضوعات اللي انتم شافينا قدامكم ده صور مجرى العيون كان منطقة زي انتم شافين من فوق المنظر من فوق ما يصرش لا عدو ولا حبيب لكن اهو مش ده كان المدابغ يا ابراهيم دي كان المدابغ ده كان المنظر اهو يا جماعة من فوق دي القاهرة طبعا ده نقلنا كله ودينا الروبيكي المنظر انتم شايفينه ده هو راح كله الروبيكي خلاص يعني خلاص الصورة دي مش عايزين ننساها عشان نعرف احنا رحنا فين انتقلنا فين رحنا الروبيكي بعد كده صور يعني محزنة والله والله محزنة والله ده كان وقعنا يا جماعة والله ده احنا كنا عايشين معاه وعايشين به وافلامة صورت والدراما قالت والسينما وثقت ده كان كله ده ده كله كان موجود اهو ده الجلود والمدابغ واللي بتعمله من تلوز بي او اللي بتعمله من يعني اهدار للصناعة وما فيش اقتصاديات ده بقى الروبيكي بعدين اهو دي منطقة الروبيكي اللي هي الترتيب والتنظيم للعشوائيات اللي كانت موجودة عند منطقة صور مجر العيون وفي نفس الوقت اخد مجر العيون رجعه بقى تاني كمعلم من معالم الاثار المصرية الاسلامية صور مجر العيون ده يا جماعة لو موجود في بلد يعني ما عندهاش اثار زينا بس احنا ما بنحسش لانا عندناك اثار كتير دي برا يعمله عليه يعني هو ده يبقى حاجة من عجاب الدنيا السابع يعني صور مجر العيون دلوقتي النهاردة الدكتور مصر المدبولي راح هذه المنطقة منطقة عين الصيرة كان بكان انا اسف يعني كان عبارة عن بركة يعني مستنقعات دلوقتي اصبحت وانا بقول للناس روحوا زروها انا عديتها عليها بس بوانا بتحرك بتفرج عليها لا مخصوص اتفرج عليها دون ان انزل يعني لما اتوقف حاجة عظيمة جدا عين الصيرة اصبحت مزار المنطقة بالمتحف متحف الحضارة اللي موجود في قبالة مدينة الفسطات في مصر القديمة محاية مصر القديمة بينه وبين الكورنيش دقيقتين حاجة يا جماعة دا دا كان مقلب زبالة والله دا كان مستنقع دا كان مستنقع دا بقى الواقع دلوقتي قدامنا قادي المتحف الحضارة جنبه وقادي الممشى وقادي العين والعين بقت حاجة يعني اعتقد مشفى اعتقد هتكون معلم من معالم القاهرة القديمة والقاهرة الاسلامية والقاهرة الفاطمية وقادي الدكتور مصر المدبولي بيتحرك بيتابع بيشوف ايه اللي حصل النهاردة بقول لي الحكومة وبقول لي رئيس الوزراء وبقول لي وزير الاسكان وبقول لي محافظ القاهرة احسنتم صنعا يعني لن يشكر الله ما اللي يشكر الناس دا يا جماعة عين الصيرة دلوقتي دا في قلب القاهرة المكان دا في قلب القاهرة انا ادعو كل المصريين احنا على فكرة لو احنا ما شفناش اثارنا دلوقتي والمناطق السياحية بتاعتنا دلوقتي بظل الانقلاق اللي موجود في العالم والغلق الموجود في العالم بسبب ازمة كورونا متى سنرى بلدنا دا الوقت المناسب لان احنا نروح نستعلم ونشوف ونتفرج ونكتشف بلدنا فيها ايه دا جزء في القاهرة لسكان القاهرة روحوا اشوفوا عين الصيرة يوم الجمعة روحوا اتفرجوا عليها روحوا افخروا بان احنا دا موجود في بلدنا دلوقتي دا كان ايه وبا ايه انا اجتلكم ان شاء الصورو مجرى العيون وعين الصيرة كانت ايه ومنطقة الفلسطات اصلا كانت ايه واصبحت ايه دلوقتي نروح نشوف هذا الكلام